اشتركوا في القناة هذا الموضوع في مادة اللغة الإنكليزية بالطبع لسنة أولى متوسط كما سبق وذكرنا نبدأ أولا هنا class ما معنى class يعني القسم هنا تكتبوا القسم تاكم وهنا name name يعني الاسم هنا في الحقيقة هي كي يقول لك first name تكتب الاسم كي يقول لك last name ولا يقول لك family name تكتبوا اللاقب ولكن بما أنه قال لك name وفقط هنا إذن قصدهم تكتبوا اسمكم واللاقبكم هنا إذن الآن وش نديرو أيضا كلينا حاجة أخرى إذا كتبوا لكم هنا full name full name يعني الاسم الكامل تكتبوا اسمكم complete ماليش الآن نروحو التكست النص نقرأو النص مع بعضنا البعض هلو مرحبا my name is david david اسمي هو david david اسمه david هو قال أنا اسمي david i am 12 years old أنا عندي 12 سنة i am from england أنا من انجلترا and i live in london وأعيش في london i am a pupil at broadstone middle school أنا تلميذ في متوسطة broadstone my school makes me feel happy مدرستي تجعلني أحس بالسعادة يعني تخليني أن أكون سعيد it's my second it is my second home it is my second home إنها بيتي الثاني I love my parents أحب أبوي ولا والدي my mother is a dentist and my father is a fireman أبي عذرا my mother يعني أمي أمي طبيبة أسنان وأبي هو a fireman a fireman هو رجل الأطفاء I love football أحبوك هات القدم and reading books وقراءات الكتب I have a pet rabbit its name is bunny عندي حيوان أليف أرنب يعني أرنب حيوان أليف اسمه هو bunny bunny is beautiful bunny جميل I love it so much I love it so much وحبه كثيرا نعيش to meet you سرت بمعرفتك ولا بلقائك سرت بلقائك الآن هاكو نكونوا أكملنا قراءة النص كاملا نعيشة لكم هي أنها تقرأوا النص مرتين أو ثلاثة أو أكثر باش تفهموه كتر ويساعدكم هذا لفهم الأسئلة اللي راهم جايين نقرأ أولا A reading comprehension activity 1 تميل أول والنشاط الأول read the text and answer by true or false اقرأ النص ثم أجب بtrue يعني صحيح or false أو خاطئ 1 David is 13 years old David في عمره 13 عاما كيفاش نقوله هاد الإجابة نقولها true صحيحة ولا خاطئة نروحوا للنص نسي نقرأ وش قال David قال I am 12 هادي ما نقرأه هاش 13 نقرأه 12 12 12 صفي هادي 13 هي 13 صفي وش نقوله عليها نقوله it's false غلطة false ايا نشوف الإجابة الثانية David's mother is a dentist David's mother وش معنى هادي كي يديرو هاكا ويديرو S مور هاكا مثلا هنايا ما رأيش David is mother هاكا لا لا هادي هادي الابستروفي S ماشي نفسها هي هادي هادي اخترات نستعملوها هادي في بعض الاحيان كين نلقاو هادي هاكا عندها زوج معاني شو معنى تاعة هي نفسها is ولا المعنى تاعة position مش معنى position يعني الملكية مثلا نقول it's David's book زي ما نقول it's it's jamal it's jamal jamal's ديروا هادي S jamal's book مش معنتها it's jamal's book يعني الكتاب هادا تاعة jamal كتاب تاعة jamal شتو يعني هنا كي قالونا David's mother يعني ام تاعة David وسمو David وش بيها هي is هي a dentist هي طبيبة أسنان صحيحة أم خاطئة قال my mother is a dentist صفي true قولو true صحيحة ملاحظة مهمة هادي is مشي نفسها هي ولكن بالمعنى هادي كين قولو David's mother تعتبر ولا تكونو هادي is هي باللغة العربية تكونو شو قول هي a dentist هي طبيبة أسنان إذا نركست على هادي مليح بوسكو تقدر تطيح لكم بس تجيبوها إن شاء الله هيدا تطيح لكم بشكل آخر 3 David has a pet cat David عنده حيوان أليف pet معنى حيوان أليف cat وش معنى قط يعني الحيوان أليف هو عبارة عن قط ولا قطة هنا وش قال I have pet rabbit قال يكن عندي حيوان أليف هو عبارة عن أرنب كما راكم تشوفو هنا في الصورة هذا هو David هذا هو the pet rabbit سوف نقول هنا false غلطة خاطئ الإجابة خاطئة activity 2 read the text and circle the correct answer اقرأ النص ثم circle يعني دائرة دائرة هذة كما راكم تشوفو على the correct answer إجابة الصحيحة هيا بدأ نقرأ الجملة هذا الإجابة الجملة الأولى 1 david lives اين david يعيش ولا يسكن في وين الجرس الجزاء العاصمة paris باريس اللي هي عاصمة فرنسا ولا london عاصمة انجلترا نحو نقرأ النص نشوفو وش قالوا هنا قال وش قال ديفيد قال i am from انجلند أنا من انجلترا and i live شوفو lives live وش قال أعيش ولا أسكن في london صافي we circle london we move to the second sentence david loves david يحب وش يحب david basket ball foot ball ولا hand ball basketball هي كرة السلة foot ball هي كرة القدم اما hand ball هي كرة اليد اي انقرأوا هنا في النص وش قال قال i love football سفي شن ديرو we circle b football three david is david هو a fireman يعني رجل الاطفاء او student يعني طالب او dentist طبيب اسنان david وشنه في الحقيقة وش يخدم له وشنه هو he is a student هو طالب يعني هو في الحقيقة مش هي طالب طالب هو a pupil هو تلميذ في الحقيقة ولكن يعني تقبل اجابة student اللي ما عندها طالب طالب يعني تقبل كاجابة صحيحة طالب نلقاه مثلا في الجامعة ولا يمكن ربما في الثانوي ربما اني كيكون هكا صغير نقول pupil احسن ولكن اخذ هذه الاجابة هي الاقرب للصحيح لانه هو ليس رجل اطفاء ومشي طبيب اسنان شكون لي fireman في النص fireman هو father قال my father is a fireman ابي هو رجل اطفاء مشي هو now we move to activity synonyms او القى في النص مرادفات الكلمات الاتية house بيت ونحس synonyms هنا house كلمة house هي home بيت it is my second home انها بيتي الثاني كلمة home هنا ما تعنيش يعني البيت البيت اللي يسكنوا فيه بالضرورة ولكن يعني يقدر يكون البيت اللي يسكنوا فيه اللي يسكن فيه الشخص وايضا يقدر يكون اي مكان يعني يحس فيه الشخص بالراحة وبالانتماء ايضا المرادف الاقرب لكلمة house اللي هي home نقدر نعتبروها مرادفة نكتبو هنا home هم هنا ايضا ايضا البيت البيت الآن pretty مش ما نتهى pretty يعني جميل المعادف بتاع كلمة pretty من النص هي يعني جميل كلمة beautiful معانتها pretty معانتها جميل ننتقي لي بي يعني أكمل هنا في هاد الخانات بكلمة this واللب that الآن نقاول الجمل ونشوفوه وش نديرو هنا عندنا هادا وش نقولولو كيفاش نقولولو نقولوا this is a pencil ونقولو that is a pencil الآن قبل ما نشوفوها هادي لازم سينفهمو حاجة أنو هادي this تستعمل للإشارة لشيء قريب هادا كي يكون near مش معانتها near يعني قريب يعني قريب منه أنا لا أقريب له وعندنا هادي that تستعمل لحاجة كي تكون far مش معانتها far يعني بعيد يعني هادي this نستعملوها لإشارة لشيء قريب وذات نستعملوها لإشارة لشيء بعيد إذن كي نقول لك بسهادوا باللغة العربية نفسهم هذا وهذا صافي الآن مثلا عندنا هاد هاد القلم هنا وعندنا هاد مثلا هذا هنا الآن هادا مثلا تخيلوا أني بعيدتو للهي رح بعيد وش نقولو هادا كي يكون بعيد نقولو that that pen رح بعيد قولوا that pen ها هادا له رح بعيد قولوا that pen وهذا اللي رح قريب لنا نقولو this pen this pen هاد القلم يعني قلم ستيلو هو a pen اي هنا يعني عندنا pencil قلم الرصاص رح قريب هنا رح قدمنا وش نقولولو نقولولو كي نحبو نقولوا هادا هو قلم الرصاص نقولوا this is a pencil هذا كيف كيف نقوله this is a book دكتور قولي كيفاش نعرفه بلي بعيد تلقوا هاد السهم يعني شغل هايك راه بعيد علينا المستارة كيفاش نقوله نقوله that is a ruler هايك المستارة that is a ruler هنا يراه قريب نقوله this is a pen هنا يراه بعيد وش نقوله that is a school book هاي حقيبة مدعسية هاي حقيبة مدعسية هذه وعنده هنا is a pencil case نقوله هذه مقلامة ونقوله تلك مقلامة هايك هايك البعيدة حسنا نقدر نقوله أنه هادي ذات نقدر نسموها تلك باللغة العربية ربما تجي تلك كيف شغل الآن هادي شو نقوله لها نقوله لها ذات يعني أحسن هنا ينقوله تلك زي ما كتكون حاجة بعيدة نقوله تلك المقلامة ذات القلم بسا كي يكون قريبين نقولوا هذا القلم هذه المقلامة اشتيني الاختلاف بينهم إذن الآن لونهم كمل بألوان نفس الألوان ذات 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 نقوله هادي شعور قولوا he has الآن نديروا مراجعة خفيفة ضريفة الآن عندنا البرب to have هذا هو البرب كي يكون أصل تعو عندنا personal pronouns I, you, we they هادو كامل كيفاش نقولوا لهم كيفاش نصرفوا البرب to have مع هادو نقولوا I have you have we have هادو كامل نديرهم هكا نقولوا they have كامل هكا هادو اللي داتهم هنا سينو عندنا البرب اللي ما يمشوش معهم اللي هما he, she, it هادو ثلاثة كامل نقولوا has سفي هادو كامل نقولوا have وهادو ثلاثة واش نقولوا نقولوا has نقولوا he has she has it has هادي هو وهادي هي وهادي هو ولا هي لماذا لغير العاقل شكون هم غير العاقل للحيوان ولا الشي الآن هذي I معانتها أنا you معانتها أنت ولا أنت we معانتها نحن they معانتها هم هن هكا إذن هادو هما الآن نحن يوش عندنا هنا عندنا John John على ماذا يعود يعود على نقولوا he هو سفي نديروا has only one sister عنده هذا الفرب to have هو الفرب avoir كما في اللغة الفرنسية ليه هو الفرب عنده ولا عندها ولا سفي يملك نقدر نقوله أيضا يملك نقدر نقوله بهذا المعنى يعني john has only one sister john يملك أخت واحدة ولا عنده أخت واحدة هادي هيا her ولا his الآن هنا يا her ولا his name is diana كين كونونا هضرو على diana diana صفيا من تعود تعود على she كين كون عندنا هادي حالة خاصة ما عندهاش علاقة بهاد القانون يكتبت لكم هنا كين كونونا هضرو على he عليك اش واحد هو نقوله his his لماذا تستعمل تستعمل الملكية مثلا نقوله his pan يعني قالم هو شتو هادي الهاء هادي الهاء في اللغة العربية باللغة الإنجليزية نكتبها his الآن إذا عندنا شي وش كين جو نقوله زع ما قالمها ولا نحب يعني نهضرو على الملكية وش نقوله قالمها باللغة العربية in english نقوله her pen her pen يعني قالمها هادي her هي نفسها ها باللغة العربية صح في هنا بما أنه نهضرو على ديانا نقوله her name اسمها هو ديانا she is 16 years old فعمرها 16 سنة she live ولا lives هنا آية أيضا كان قاعدة إذن عندنا هنا الverb for example to live هادي الverbs present simple ما من هذا اللي استعملنا هنا هو present simple اللي هو المضارع الباسي كما نعرف باللغة العربية المضارع هنا هادي الفعل في المضارع كيف نصرفه عندنا مع i we you they هاد وكامل وش نقوله قوله live نحو برك to هاد مكان خلوك مراه عندنا he she it وش نديرو نكتبوها كيما راهي ونزيدو ال s هاد ال s مهم جدا إذا ما درتوش ما حش تدو العالم راح ينقصو لكم للأسف إذن هذا ما كان الآن عندنا أفعال أخرى يشبه مثلا لهادو كيكون regular ونصرفوهم بشكل عادي الآن بينشر منشغل هذا كين أفعال أخرى وكل فعل وكيف إن شاء الله نحاول نشوفوهم كامل الآن نحن هنا وش نديرو ماذا قولنا she she تنتميل هادو بما أن she لازم نزيد ال s وش نقول she lives نخيرو هذه هذه الإجابة الصحيحة لو نكمل الإجابة الصحيحة has her lives الآن in Paris إنها تعوش ولا تسكن في Paris she likes ولا like watching movies أي خمو فيها هادي ملي يحقوا للي قولنا أن he she وال it وش نديرو لهم نروح نزيدو لهم ال s في الأخير هذا في الحقيقة ما فيش ال s إذن هذا اللي فيه ال s سوف نخيرو هذا هذا ما كان عندنا هنا كما تشوفوا الفرب هذا like كما lives هذا عنده كيف كيف نفس التصريف الآن ننتقل التمعيل بعد activity three change these sentences into negative form يعني غير هاد الجمل ل negative form negative form هو النفي مثلا هنا negative form في اللغة الإنجليزية هي كتضيف هديك not نوت نوت هدي هي اللي دلنا على negative form هيا نشوفو هنا كيف نضيفوها نقول they have an exam today عندهم exam يعني عندهم فرض اختبار اليوم كيف نقول ما عندهم اختبار اليوم لازم نضيف و not بس حكينا حاج أخر لازم نضيف ها هنا عندنا هنا they have an exam today نقول لازم 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 كيف يشكل الى قطة او قطة لقد تقوله شيداز نوت هاوف هاذ نجعلها هاوف نبدلوها هاده دي جا Bots not لبقي نتريه هاوف هاوف أكاد نشرح هذه الفكرة هنا يكون لدينا الجملة كعادية ثم يبدو الفعل هنا نرى 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 فاعل في الجملة التامة هو تقول نرى تقول تكون عندنا I We في هذه الحالة نريد أن نقول و ونستخدم و نستخدم ور contracts وقتش نستعملوها هادي نستعملوها before the verb قبل الفعل قبل الفعل وإذا كان عندنا شيء هادي ثلاثة ضمائر نقوله ونستعمله does not هادي يقتش أيضا قبل الفعل before the verb هي نفس كما هنا قبل الفعل ولكن نرحو نشوفو ال subject نرحو نشوفو الفعل they بما أنه they وش نستعملو نقولو they do not have an exam today هذا ما كان أي نرحو الجملة الثانية she وش نديرو she does not have a cat هي لا تملك قط ولا قطة عندنا هادي has راح يمصرفها هي في الحقيقة هادي has وشنا ليوريتها لكم مقبيل they do have متو موش ديرو ترحو تجيبو غير هذا وتحطوه يعني هنا في هادي الحالة كي يكون عندنا الفرب هنا مكون جيو يمصرف لازم نجو نحطوه في الحالة التاعو الحقيقية هنا نسموها stem stem يعني الأصل التاعو كيفش لازم يكون بلا هادي two هادي ما نحطوها هادي هادي منها كتكنوا فهمتون نجيب لكم مثال آخر في حالة مثلا ما كاش negative form الآن لو كان جي الجملة مثلا ما فيهاش negative دع عذرا الآن لو كان جي جملة negative form كي ما راه هنا يا ولكن نبدلكم هادو نبدلكم الجملة he has a dog كيفش تولي في negative form أي طبق القاعدة عندنا هي هي تدخل معها ليسا فينديرو does not ونديروها نديروها قبل الفعل ويناهي الفعل هنا have هذا هو الفعل هذا هو الفعل هو عنده وش نديرو نورحو نجيبو هادي does not نديرو هي نحطوها كي ما راهي ونحطوه موراها does not does not ومبعد نجو نحطو هذا بصح هذا راه مصرف هنا والحاقيقة هو ماذا هي الفرب to have نحطوه have have dog هذا ما كان الآن نروحوا الفعل بتاعنا هنا مثلا نقول they ولا نقول she نقول أحسن she lives in boomer boomer does she lives in boomer does الآن نروحو نشوفو she راهي داخل هنا مع هد القاعد سوف نديرو does not وين ديروها نديروها قبل الفعل سوف نقول she وينها هالفعل هو lives تعيش she does not هادي lives وش نديرو نحطوها هنا بصح نحولها الاس علشو نحولها الاس بس كيف تناحطينا قبلها هادي does not كي تكون هادي قبل للفعل الفعل ما يتصرفش إذا كان فيه اس نحوله اس إذا كان مصرفها كهاز نرجعوها الاصل تاو ديما نرجعوها الاصل تاو ونبعد نزيدو نكملو in boomer des ونديرو نقطة نكملو الجملة هادي إذا حبتو إذا حبتو نفسلكو اكتاب قولولي لأنه هنا يمنون نزيدونا هادر اكتاب في هاد الدرس لأنه خلاص عين فيديو جب زاف طويل ننتخل الاخر الاخر ناشط والتي مره بحلو مع بعضنا البعض سينو أي حاجة لقيتها في الموضوع مازل ما فهمتو هش ملي قولي في التعليقات نديلكم فيديو ونشرح لكم الدرس فيه ماكاش مشكلة part 2 دوسق سياني situation of integration complete the paragraph using the appropriate words complete شمعتها complete يعني اكمل the paragraph الفقرة using باستعمال the appropriate words الكلمات المناسبة عدنا engineer شمعتها engineer يعني مهندس is هي الفرب to be كنصرفو شغل هو كشغل حتى يكون وعندنا هنا ولا تكون وهنا years يعني سنوات brother اخ he is معناه معناه تو اذا هنا ما نقوله his book يعني كتابه يعني كتاب تو she هي oran oran هي وهران oran وعندنا هنا احمد احمد هو اسم احمد اسمي هو احمد اسمي احمد ايام انا ايام years old كن القوهات years old يعني قبل الهوش لازم يكون العمر سفي وش نقوله ايام نبدو مثلا عمر هنا ما مبدو نش هنا عيام نسيت ما اضفتهاش نقوله 12 12 ام 12 years old انا في 12 عشر من عمره and اي live ناسكن في الاعيش في وين وين يعني انا نحينا اران انا نحينا احمد انا نحينا 12 اي انكملو وش نستعملو مهندسة هذه كلمة انجنير معناه مهندسة ولا مهندس كيف كيف her name is Reem اسمها هو Reem and this is my وهذا هو والله هي وش نستعملو ابقات هنا يا brother فهذا هو اخي انا ندرنا انجنير انا ندرنا brother he بما انه شفناه صفي هو هو في ثلاثين من عمره نقوله years سنوات يعني عنده ثلاثين سنة years old ونبعد كيف شو نقوله اسمه name is Aحمد اسمه هو احمد كيف شو نقوله نقوله his name is Aحمد اسمه هو احمد يعني كاين هنا حاجة غريبة ولي هي اسم هذا اسمه احمد واخوه ثاني اسمه احمد يعني بدل الاسمه قوله اسمه عالي احسن هنا اللي هدرنا عليه نسموه عالي عياخوه اسمه احمد خلاص احمد كيف شو نقوله احمد is a doctor احمد طبيب عنا درنا years درنا is عنا كملنا i love my siblings so much وحبو اخوتي كثيرا siblings مع انتها اخوتي good luck حظ موفق يعني ها كان كنوا اكملنا الفقرات تامين عادوا انقلبها hello my name is ali i am 12 years old and i live in urn this is my sister she is 25 years old she is an engineer her name is reem and this is my brother he is 30 years old his name is ahmad ahmad is a doctor i love my siblings so much ها كان كنوا اكملنا حل الموضوع كاملا يعني انتم اللي يكون اجمكم وتكونوا استفدتوا اذا حبيتو الشرح لي اي شيء ماذا ما فهمتوش جايلا قولوا لي في التعليقات قولوا لي رأيكم وحبوا يشجعوني وشاركوا الفيديو لكي يصل الى اكبر عد من التلاميذ ولكي تعمى المنفعة هذين كنوا نصلنا لنهاية الفيديو هاتي سوش ديروا اعجاب واشتركوا تفعيل الدراسي كي يصلكم الجديد اه الى اللقاء وننتقل في فيديو اخر دمتم في لعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة